الصلاة والسلام على أشرف المرسلين مثلا مرض سكري مثلا القرحة المعيدية مثلا بعض الأمراض التي تحتاج إلى دواء تحتاج إلى أخذ دواء والأطباء هم ليحدوها نحن لسنا متخصصين قال هذا الشخص يجب أن يأخذ أربع مرات الدواء في الهار مثلا أو خمس مرات أو ست مرات لا يستطيع أن يتوقف عن أخذ الدواء وبالتالي الشرع دارنا الفدية فدية هذا الإنسان الصائم أن يطعم المساكين لذكرهم ربي سبحانه عز وجل وبالتالي يأخذ أجر نية تعصية هذه حاجة الأولى ونيية المؤمن الخير من عمله ثم يفطر لكي يحافظ على صحته والمحافظة على الصحة واجب شرعي ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيمة ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة والحاجة الثالثة أنه ينفع المجتمع بهذه الفدية اللي خرجها وهذا الصدقة اللي خرجها ويفرح واحد فقير ويفرح واحد مسكين إذن احتجنا إلى أن ننشئ هذا الديوان الذي هو هيئة أو مؤسسة ذات طابع تجاري وصناعي وهي هيئة مستقلة لهذه ممالية خاصة تستطيع أن تقيم هذه العقود أن تنشئها بنكا أن تقيم علاقات تجارية أن تنشر في مجال استثمار تحقيقا للتنمية التي نحتاجها اليوم شبابنا اليوم يحتاج إلى يد عاملة البلد يحتاج إلى ثروة إضافية بعيدا عن مداخل البترول تنويع الاقتصاد هذا من تنويع الاقتصاد والقطاع له إسهامات سواء كان في مجال الأوقاف أو في مجال الزكاة والزكاة أيضا رافض من الروافد التي تضخ المال داخل المجتمع وتنشئ يد عاملة وتنشئ مناصب شغل وتنشئ حركة متنوعة تجارية كانت أو استثمارية أو اقتصادية وهذا هو الهدف الأساس طبعا الديوان له أهدف كثيرة منها إحصاء الأوقاف منها استرجاع الأوقاف